من بعد 2011 كان فيه موجود بعض الجمعيات الخيرية كانت يطلق عليها لكن بعد 2011 وانفتاح العالم وتبادل الثقافات الاجتماعية ودخول بعض المنظمات الدولية اللي كانت الانسانية زي صليب الأحمر زي غيرها من هنا انطلقت المرأة في ليبيا حتى هي تكون بعض الأجسام اللي هنا منظمات اللي يشتغلن سواء كان على الإغاثة ولا كان يشتغلن على التوعية ولا كان يشتغلن على الإسعافات الأولية وهكذا يعني فكانت الثقافة المرأة تختلف لكن بعدها قدرت أنها تواقب العصر وتكون لها دور كبير حقيقة طبعا ما هو يوم عالمي أكيد نشوف فيه فرصة لكل مرأة اللي بيها أنها تزيد تبرز نشاطاتها ونجاحاتها ما تقعدش خلف الأضواء إذا تستغل هذه الفرصة وتحاول أنها تتواصل مع الجهات اللي هي حتنظم مثل هذه البرامج أو مثلا ديرا تشبيك مجموعة منظمات يديرا تشبيك مع بعضهم ويحتفلن باليوم هذا قدما عروضهم وشال نشاطاتهم وشال شغلهم يعرفا بأنفسهم أكثر يبين أن المرأة الحمد لله وصلت مرحلة كويسة من الوعي والفهم والإدراك أفضل من قبل يعني أن الحسة هو يوم مميز يجب أنها تكون فيه حتى هي مميزة طالما هي عندها طموح أن هي ترتقي بسقف طموحاتها طالما هي عندها قدرة على أنها تقود أي مرحلة وعندها قدرة على أنها تتحمل العواقب اللي هنا بيسيرا نتيجة أنها خشتها المجال هذا أكيد ستكون عندها فرصة أكثر اشتركوا في القناة